بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد يا كريم حياكم الله أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية وأعظم الله لنا ولكم العزاء والأجر ونحن نعيش في هذه الأيام ذكرى أليمة فقد النبي محمد صلى الله عليه وآله رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وننال وإياكم إن شاء الله شفاعته في الدار الآخرة حلقة أخرى وجديدة من حلقات برنامجكم المهدي بقية الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفدا قبل أن أبتدأ هذه الحلقة وبإسمكم أحبتنا المشاهدين دعوني أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج سماحة الشيخ حسين الأسدي سماحة الشيخ سلام عليكم وأعظم الله لنا ولكم العزاء والأجر عليكم السلام ورحمة الله ولكم عظيم الأجر والثواب من الله تعالى إن شاء الله سدد الله الخطى وأسأل الله لكم التوفيق سماحة الشيخ نحن اليوم بعنوانة من تراث النبي محمد صلى الله عليه وآله في القضية المهدوية للوهلة الأولى ربما بعضا من المشاهدين سيصابوا بالذهول لأن الفترة ما بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام صاحب العصر والزمان أكثر من 255 سنة تقريبا هكذا إذا أردنا الحساب فبالتالي أن يخبر النبي عن الإمام صاحب العصر والزمان بالتالي هذه قضية تحتاج إلى إعجاز أمور غيبية ويتنبأ بها النبي صلى الله عليه وآله السؤال هنا هل أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر الإمام صاحب العصر والزمان بالإسم هل ذكره بالأوصاف هل ذكر القضية المهدوية ككل وتطرق لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما يختار بشرا ليكون رسولا بينه وبين الناس فإنه يختاره وفق مؤهلات تؤهله لأن يكون في هذا المنصب منصب الرسالة والنبوة والوساطة بين الغيب بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس وهذه المؤهلات حسب اعتقادنا اعتقادنا النابع من روايات أهل البيت صلى الله عليه هذه المؤهلات تشمل العديد من المواصفات منها مثلا وأهمها التنصيب الإلهي لا يكون الشخص رسولا ولا نبيا ولا إماما وفق اعتقادنا إلا إذا كان منصبا من الله سبحانه وتعالى ومنها أن يكون معصوما ومنها أن يكون ذا علم وعلمه لا يكون بالطريق الطبيعي المتعارف وتحدثنا عن هذا ربما في حلقة سابقة العلم الذي عند النبي عموما عند المعصوم عموما لا يؤخذ بالطريق الطبيعي كما آخذه أنا وأنت من خلال المعلمين والكتب وما شابه لدني إنما هو علم لدني هو علم طرقه مخفية علينا لا نعرف ما هي الطريقة كنها الطريقة حقيقة الطريقة نحن لا نعرفها لدينا روايات كنت عن هذا الطريق بكناية النقر في الأذن الإلقاء في الروع النكت في القلب وما شابه وهذا حقيقة أيضا لا نعرفه فهذا العلم الذي يكون عند المعصوم عموما عند النبي وعند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خصوصا هو علم يتجاوز العلم العادي عند الناس وله مفردات متعددة منها مثلا أن يكون عالما بجميع اللغات منها أن يكون علمه مطابقا للواقع دائما وهذا فرع أو تجل من تجليات العصمة ومنها أن يكون عنده بالأمور أمور الملاحم والأمور المستقبلية وهذا الأمر ثابت حتى في أهل البيت عليهم السلام أمير المؤمنين صلى الله عليه في مرة من المرات أخبر عن أمور مستقبلية فسئل هل هذا علم بالغيب؟ قال هو تعليم من ذي علم علم الأئمة عموما النبي صلى الله عليه وآله خصوصا بالغيب بمعنى بالمستقبل هو تعليم من الله سبحانه وتعالى وهذا لا مانع عقليا ولا نقليا منه مقبول لا يستطيع أحد أن ينكر أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يجتبي بعض عبيده لفرع من فروع علومه فيطلعه على الغيب ومن ثم إذا فهمنا هذه القاعدة لا يكون هناك استغراب إذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام المهدي عجل الله فرج والفاصل بينهما 250 سنة تقريبا أو أقل بقليل بالتالي لا غرابة في هذا الأمر ما دمنا نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله له علاقة بالغيب له علاقة بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يمكن أن يفيض من علمه على من يشاء من عباده والله سبحانه وتعالى واضح جدا أن المستقبل والماضي والحاضر عنده على حد سواء هو يعلم بكل الأوقات وفوق الزمن وهذه مطالب عميقة تذكر في علوم الكلام والفلسفة فلا مانع أن الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه ببعض الأمور المستقبلية والنبي يخبر عنها ويكون الأمر شبيها يعني الأمر تقل غرابته إذا قسناه بالإخبار عن ما يحصل في يوم القيامة أكيد ما يحصل في يوم القيامة أو في البرزخ الآن دعنا نخصص الكلام بيوم القيامة بالإمام في يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وآله أخبر بتفاصيل كثيرة متعلقة بالجنة والنار ويوم القيامة لا يشكل ويقال كيف يعلم بالمستقبل الجواب باضح أنه تعليم من الله سبحانه وتعالى وهذا لا مانع لا عقلا ولا شرعا منه فممكن جدا يكون النبي صلى الله عليه وآله أخبر بقضية الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم وهو أمر الواقع الأحاديث المتعلقة بقضية الإمام المهدي عليه السلام عموما قضية متواترة والتواتر هو من أعلى درجات صحة السند والوثوق بالصدور فما يتعلق بقضية الإمام المهدي عليه السلام بمعنى أن هناك رجلا إلهيا يقوم في آخر الزمان يملأها قصطا وعدلا بعدما مرئت ظلما وجورا وأن اسمه المهدي وأنه من ذرية النبي صلى الله عليه وآله من ذرية أمير المؤمنين من ذرية الزهراء صلى الله عليه هذه رواياته متواترة ليس فقط عندنا وإنما حتى عند العامة المنصفون من العامة عندما بحثوا وقرأوا في روايات القضية المهدوية وجدوها متواترة لا يمكن إنكارها استندوا إلى بعض القضايا بعضهم أنكر قضية روايات الإمام المهدي ولم يعبأ به حتى هم لم يعبأوا به وخطأوه وقالوا اشتباه وحاولوا أن يجد له عذرا في إنكاره لقضية إذن ليست فقط من طرقنا لا لا قضية متواترة حتى من طرقهم والنبي صلى الله عليه وآله الروايات المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله المتعلقة بقضية الإمام المهدي عموما ليست خاصة فقط لم ترد في طرقنا وإنما حتى في طرق العامة دعنا نستأنس هكذا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن الإمام صاحب العصر والزمان بكم رواية بكم حديث مثلا ذكره وصفا اسما فصل النبي صلى الله عليه وآله بخصوص القضية المهدوية طبعا في بحار الأنوار العلامة المجلسية رحمة الله عليه في الجزء 51 من صفحة 51 إلى صفحة 109 تقريبا في 58 صفحة كل هذه الحديث النبي العلامة المجلسية في بحاره قسم طبعا عندها جزئين وأكثر من جزئين الثالث أيضا جزء 51 جزء 52 ذن خاصات بقضية الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم ماشاء الله جمع فيه التراث المهدوي وبدأ في المجلد الأول طبعا طبع التراث المهدوي المذكور في بحار الأنوار في مجلدين مستقلات عن بحار الأنوار الموسوعة الكبيرة يعني ممكن واحد يأخذ فقط الإمام المهدي في بحار الأنوار طبعا في مركز الدراسات التخصصية جميل في الإمام المهدي عليه السلام فبدأ العلامة المجلسي ذكر أبواب فواحد من الأبواب قبل لا تكمل شيخ حتى هذه المفردة لن نغادرها وهي إن شاء الله فائدة للمشاهد الكريم موجود ألكتروني في موقع الدراسات التخصصية كل كتب المركز وكل إصدارات المركز موجودة ألكترونية ومتاحة بالمجان إذا أمكن أعد العنوان حتى المشاهدة يكون على طلاع الإمام المهدي في بحار الأنوار في مجلدين موجود على الموقع المركز وكل إصدارات المركز مجلة ولا جريدة ولا كتاب متاحة وبالمجان تحميل بي دي أف وحتى بعضها أو أكثرها ربما نصوص موجودة للنسخ واللسخ ومتاحة بالمجان طبعا على كل حد فالعلامة المجلسية قسم كتابة إلى أبواب فواحد من الأبواب ذكر فيه ما روية عن فلان وفلان وفلان من الأئمة فبدأ في باب ما روية عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وآله عن الله بهالمعنى حديث قدسي وما شابه بهالمعنى وقال له كل ما عندنا فد روايات أنه يسأل الآن هذا الكلام عرضي خلال نعم فيسأل الإمام أحد أصحابه يقول له إذا حدثتني بحديث فانسبه إلي منين جبتك فالإمام صلى الله عليه يقول له كل ما حدثتك فهذا سنده أبي عن جدي عن جدي عن كذا عن أمير المؤمنين عن رسول الله عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهواء إنه إلا رحيم فأكثر من خمسة وخمسين صفحة العلامة المجلسي ذكر روايات من العامة والخاصة فقط المروية عن النبي صلى الله عليه وآله مروية مباشرة عن النبي وليس بواسطة واحد من الأئمة وإلا ما روي بواسطة واحد من الأئمة وكل إمام فصل لباب خاص ففي هذا المجموع من الأوراق أكثر من خمسة وخمسين صفحة ذكر عدة أحاديث منها مثلا عن أنس ابن مالك واضح هذا الحديث بعد ليس من كتبنا الخاصة طبعا موجود في كتبنا الأمالي والشيخ طوسي ذكره أو الشيخ الصدوق ذكره لكن سنده ليس خاصا وإنما سند عام قال رسول الله صلى الله عليه وآله نحن بن عبد المطلب سادة أهل الجنة رسول الله صلى الله عليه وآله وحمزة سيد الشهداء و جعفر ذو الجناحين وعري وفاطمة والحسن والحسين والمهدي هذا الحديث واضح في أن الإمام مهدي من سادة أهل الجنة في حديث خاص عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقوم الساعة حتى يقوم القائم الحق منا القائم الحق منا وذلك حين يأذن الله عز وجل له طبعا هذه الأحاديث كلها عبارة عن موسوعات معارف مهدوية الآن لا تقوم الساعة حتى يقوم القائم الحق منا هذا وعد بأن الإمام المهدي لا بد أن يقوم قبل يوم القيامة هذا لا بدأ فيه وذلك حين يأذن الله عز وجل له هذه فتقاعدة أن الظهور السبب الرئيسي فيه هو إذن الله سبحانه وتعالى أما مثلا ما يذكر من اكتمال العدد 313 قادة أصحاب الألوية من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام هذا جزء سبب فلا يشكل الآن تحدثت فيه سابقا هذا الموضوع أنه معقولة هذا الشيعة لمشأوا إلى الإمام الحسين عليه السلام أكثر من 21 مليون ما بهم 313 ما بهم 313 هذا دائما يتحدث بمثل هذا الكلام الجواب لا إن شاء الله بهم أكثر من 313 ولكن هذا ليس هو السبب الرئيسي قد يتوفر هذا العدد ولكن الإذن الإلهي غير متوفر فالسبب الرئيسي لأل الحقيقية للظهور ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وذلك حين يأذن الله عز وجل له ومن تبعه نجا ومن تخلف عنه هلك الله الله عباد الله فأتوه ولو على الثلج فإنه خليفة الله عز وجل وخليفتي في حديث آخر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يخرج المهدي في أمتي يبعثه الله عيانا للناس يتنعم الأمة أو تتنعم الأمة أو هو ينعم الأمة يمكن يعني وتعيش الماشية وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا روايات أخرى فسرت صحاحا بالسوية لكثرة المال فيعطي الجميع بالسوية عن عبد الله بن عمر واضح هذا الحديث بعد ليس منه قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي هذا المهدي فاتبعوه عن أبي الطفيل أيضا سنده واضح عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيت يملؤها عدلا كما ملئت جورة والأحاديث في هذا المجال كثيرة جدا ما شاء الله ذكرون كثير للنبي صلى الله عليه وآله بخصوص الأحاديث الكثيرة التي ذكرت الإمام صاحب العصر والزماء هناك تساؤل سماحة الشيخ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله حبيب الله وأقرب شيء دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وله ما له وهو خاتم الأنبياء والأفضلية تحسب للنبي صلى الله عليه وآله عندما يذكر ربما هناك تساؤل عند حتى المشاهد الكريم أقول لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله هو مهدي هذه الأمة وتنحصر به هذه الميزة التي كانت عند الإمام صاحب العصر والزماء طبعا هذا السؤال سؤال لطيف جدا ولا يأتي فقط على النبي صلى الله عليه وآله طبعا لا ريب ولا شك أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو أفضل ما خلق الله عز وجل ويأتي لأنه أفضل لا يدانيه أحد في الفضل وهذا السؤال يأتي في أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أيضا أمير المؤمنين بلا ريب هو أفضل من الإمام المهدي عليه السلام الإمام الحسن والحسين صلى الله عليه أفضل من الإمام المهدي صلى الله عليه وسلامه عليه لما لم يكن واحد من هؤلاء هو المهدي هو الذي يملأها قصطا وعدلا الجواب يمكن أن يذكر جوابان في هذا المدى الجواب الأول ما أشير له أكثر من مرة أن قضية جعل الشخص إماما وبالتالي تنظيم مهامة كإمام وما يفعله كإمام هذا أمر تابع للإرادة الإلهية فعل إلهي التنصيب أن هذا الموجود هو رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا أمير المؤمنين وهذا الحسن وهذا الحسين صلى الله عليه وآله وهذا المهدي وهكذا هذه المناصب قضية إلهية مناصب غيبية فتنصيب الإمام تنصيب النبي فعل إلهي وما دام فعلا إلهيا فيخضع لقاعدة الفعل الإلهي والقاعدة في الفعل الإلهي أن أفعال الله سبحانه وتعالى معلل بالغايات بمعنى أنها تكون هادفة لها حكما غايته أن هذه الحكمة قد نفهمها قد لا نفهمها إذا لم نفهمها قد يبينها الله سبحانه وتعالى قد لا يبينها الله سبحانه وتعالى إن فهمناها فبها ونعمة إن لم نفهمها ولم تبين لنا حكمة الفعل هذا لا يحسب لا يحسب خللا في الفعل ولا يؤاخذ الحكيم أنه لما لم تبين الحكمة من فعله وهذه قضية وجدانية أنا وأنت إذا كنت أعتقد بأن أفعالك حكيمة أنت كل أفعالك حكيمة فعندما تفعل فعلا معينا أنا لا أفهم الحكمة منه المفترض بي أنه أقول فعله حكيم نعم أنا لم أفهم الآن أسألك ما هي الغاية من هذا الفعل أنت بالخيار قد تجد الحكمة في أن تخبرني العلة وقد تقول لا يأتي وقته وتعلم الحكمة هذا أمر عقلائي فالله سبحانه وتعالى عندما اختار وأراد أن يكون المهدي هو الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام ليس هو النبي صلى الله عليه وآله ليس هو أمير المؤمنين صلى الله عليه وهكذا هذا لا بد أن يكون لحكمة قد نفهمها قد لا نفهمها قد تبين لنا الحكمة قد لا تبين ما دام نعتقد أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها حكيمة إذن نقول هذا لحكمة كون المهدي بمعنى الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو الثاني عشر وليس هو النبي صلى الله عليه وآله وليس هو أمير المؤمنين هذا لحكمة نحن لم نفهم هذه الحكمة هذا لا يؤثر في الحكم بأن هذا الفعل حكيم ولا بد أن يكون له هدف غايته لم ينكشف لنا هذا أولا وطبعا هذه قاعدة عامة في كل أفعال الله سبحانه وتعالى يجعلك غنيا أو فقيرا يجعلك عقيما أو لست بعقيم كلها ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى كلها أفعال حكيمة وأهلنا دائما يقولون هذه بها صالح بها صالح يقولون بس يقولون لصالح يقولون هم من عرفه يعني لها واقع واقع فإذن ما دام الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون المهدي هو الثاني عشر خلاص فيها حكمة هذا أولا ثانيا صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله هو الأفضل ولكن المجتمع الذي عاش به النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مهيئا لتحمل قضية الظهور قضية الظهور فيها ظروف ذكرتها الروايات عجيبة فيها اختبارات متكثرة فيها مسؤوليات عديدة يراد منها تطبيق الإسلام حرفيا على الأرض يحتاج إلى تغيير نفسي تغيير على مستوى المجتمع تغييرات كثيرة على مختلف المستويات المجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مهيئا لتحمل الرسالة بمعنى أن ملء الأرض قسطا وعدلا ليس فعلا خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وإنما هو فعل إذا صح التعبير تكاملي بين النبي بين القيادة وبين الشعب القيادة لا ريب أن النبي صلى الله عليه وآله يتمكن بل أفضل من الإمام المهدي في عملية ملء الأرض قسطا وعدلا هذا لا ريب فيه ولكن المجتمع لم يكن مهيئا لتحمل هذه الرسالة كما يعبرون في الفلسفة أن المشكلة في القابل وليس في الفاعل الفاعل تام بالفاعلية النبي صلى الله عليه وآله الأمير الممنين كل أئمة أهل البيت عليهم السلام لديهم القدرة على قيادة الأرض وملأها قسطا وعدلا لكن هذه الفكرة الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون متعلقة بالمجتمع المجتمع هو الذي يقوم بمسؤوليته المجتمع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وآله ملأ قلبه قيحا وهكذا أمير المؤمنين وهكذا بقية الأئمة صلى الله عليه فلم يكن المجتمع مهيئا لتحمل مسألة ملء الأرض قسطا وعدلا وهذا يكشف لنا عن واحدة من حكم طول زمن الغيبة روايات عديدة عدنا في أن زمن الغيبة غيبة الإمام المهدي هو زمن الغربلة وزمن التمحيص وزمن الاختبار ويسقط في الغربال أناس كثير حتى يبقى منكم الأندر فالأندر كلها عملية تصفية حتى نصل إلى مستوى أن المجتمع الموجود مهيئ وقادر ومستعد لتحمل الفكرة التي يأتي بها الإمام صلى الله عليه وآله تكتمل بقية الشروط يظهر الإمام صلى الله عليه وآله فعدم كون الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو النبي صلى الله عليه وآله ليس لخلل فيه صلى الله عليه وآله وأنما هو كامل من هذه الجهة وأنما هو المشكلة في المجتمع لم يكن مهيئا لتحمل هذه الفكرة يدعوني كلامكم سماحة الشيخ قبل أن أقف عند فاصل أطرح هذا التساؤل أن هل أن الأصعب في مواجهة من النبي مع المنافقين أم الإمام صاحب العصر والزمان مع الناس في آخر الزمان هذا سنقف عنده إن شاء الله سماحة الشيخ ولكن بعد أن نقف عند فاصل أحبتنا مشاهدينا ومشاهدي قناة كربلاء الفضائية فاصل وبعد الفاصل سنواصل إذا نبقى معنا قلبي لفقد رسول الله قد صدع وأي قلب رعاك الله ما جزع خطب يهون فينا كل فاجعة حلت بأيدي عصام الصبر فانقطع يوم به تندب الزهراء والدها حزنا لأحزان كل الخلق قد وسع أين النبيون مما صاب فاطمة والمرسلون ليأتوا للمصاب معه هذا علي وأملاك السماء معه حول النبي وطرف الدين ما هجع يبكون أحمد خير الأنبياء ومن سر المهيمن في معناه قد جمع يبكي الوصي علي أحمداً بدم من الفؤاد كسيب الغيف إذ همع أشجى الحسين وأشجاص وهو حسناً رزء بمثل شجاه الدهر ما سمع فالشمس كاسفة والبدر في دهش والأرض مائرة والنجم ما سطع هذا النبي مسجن والطغام على نبذ الكتاب أقام الزيغ والبدع أشكو إلى الله من غدر الأولى نكر عهد النبي بخم حينما صدع لو كان فيهم أخو دين لمن خدع للمغريات من الدنيا وما طمع تعسن لقوم رسول الله بينهم ملقاً وصوت دعاة الشرك قد رفع كل عن الحق مشغول بما منيت به النفوس إذا داع الضلال دعا يا فاطم الطهر من قلبي منضدة فكلة تواسيك للخطب الذي فجع عدنا معكم أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضايا عظم الله لنا ولكم العزاء والأجر مرة أخرى ونحن ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامجكم المهدي بقية الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن يدخل الفرح والسرور إلى قلب الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا لترى بمقدمه الفدا للذي يحب أن يشارك معنا طالما نحن بالقرب من ذكرى استشهاد النبي محمد صلى الله عليه وآله فخصصنا هذه الحلقة من تراث النبي صلى الله عليه وآله في القضية المهدوية فمن عنده سؤال من الأسئلة أو الاستفسارات بخصوص هذه العنوان يمكنه أن يتصل عبر أرقام هواتف القناة التي ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة أرحب مرة أخرى بسماحة الشيخ حسين الأسدي حياكم الله سمعت الشيخ مرحبا بكم قبل الفاصل هكذا كنت قد وقفت عند تساؤل وهذا التساؤل حسب القراءة التاريخية فلأقول هكذا وما سيأتي في قابل الزمان أنه ما الأصعب مواجهة هل هي مواجهة النبي صلى الله عليه وآله للمنافقين وما حصل وما حدث في ذلك الزمان أم مواجهة الإمام صاحب العصر والزمان لأناس سيكون في آخر الزمان أحسنتم بداية دعنا نحدد ما هو الأصعب المواجهة المادية أو المواجهة الفكرية قد يتخيل أن المواجهة المادية في ساحة الحرب أشد ضراوة من المواجهة الفكرية ولكن عندما نتأمل قليلا ننظر في الواقع الذي نعيشه نجد أن ضراوة المواجهة الفكرية أخطر بكثير من المواجهة المادية أنت يمكن أن تضرب ولدك على خطأ يفعله ولكن الضرب قد لا يغير تفكيره قد يفعل نفس الخطأ من ورائك فلم تغيره لكن أنت تستطيع أن تمنعه من الخطأ إن غيرت تفكيره وهذه المسألة فهمها الأعداء ومنذ القدم المسألة ليست جديدة لذلك الكل متفق على أن خطر المنافقين أشد من خطر الكفار لأن المواجهة مع الكافر مواجهة مادية الكافر له جبهة وأنت لك جبهة وواحد يقاتل الثاني ومعروف وظاهر وأمامك أما المنافق المنافق في داخل الجسد وعمله عمل فكري يحاول أن يرمي بالتشكيكات يشككك في قضية معينة يرمي شبهة يخطئ النبي والنبي إنسان عادي وهكذا فالمواجهة الفكرية عادة تكون أخطر من المواجهة المادية وهذا الذي قلت فهمه الأعداء اليوم الأعداء عندما دخلوا إلى شبابنا إلى أولادنا لم يدخلوا بحرب مادية الحرب المادية واضحة جدا أن المسلم عموما المؤمن خصوصا شيعة أهل البيت عليهم السلام مجربون في سوح الوغى وفتاوى الجهاد الكفاء واضحة في هذا المجال فيعرفون أنه إذا صار هكذا مواجهة فالمؤمن دمه رخيص في قبال رضا الله سبحانه وتعالى فدخلوا من مدخل آخر وهو مدخل التفكير مدخل تغيير الأفكار الداخلية مدخل التشكيك الداخلي وهذه مسألة حتى الشيطان استعمله عندنا في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى عندما وعد كل المذنبين بأنه إذا تابوا الله سبحانه وتعالى يغفر لهم وباب التوبة مفتوح لهم في بعض الروايات أن إبليس استمع بأصحابه أو بشياطينه ماذا نصنع في هذه المسألة فبعض قال بالأمال بالنساء فقام الوسوس الخناص قال أنا أوسوس لهم أدعوهم يفعلون المعصية فإذا واقعوا المعصية أنسيتهم الاستغفار فمسألة فكرية يعني وخداع فكري هذا الأمر عندما نقرأ الروايات الشريفة نجد أنه منطبق تماما على ما واجهه النبي صلى الله عليه وآله وما سيواجه الإمام المهدي عجل الله فرجعه طبعا المواجهة المادية والفكرية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وستكون في زمن الإمام المهدي عليه السلام يعني لا يعني هذا الكلام أنه النبي صلى الله عليه وآله كان مواجهته فقط مادية ما كان مواجهة فكرية لا كان موجود فكرية لا يعني أن المواجهة التي تكون مع الإمام المهدي عليه السلام فكرية فقط لا تكون مادية لا أكون مواجهة مادية وأكون حروب وأكون قتال لكن الشبه التي تطرح المشاكل التي تطرح غالبها في زمن النبي كانت مادية وأما في زمن الإمام المهدي عليه السلام المواجهة في كثير من الأحيان ستكون فكريا ولذلك نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله كان إلى حياة الغاب أقرب منه إلى حياة البشر جعفر بن أبي طالب في مجلس ملك الحبشة هكذا عبر قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام نأكل الميتة نأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف هذا المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وآله المجتمع الذي يأتي فيه الإمام المهدي عجل الله فرجه الروايات تقول أنه مسلمون ويقرؤون القرآن ويعرفون ما راح تكون المواجهة فقط مادية مع الإمام المهدي عليه السلام الروايات تقول يتأولون عليه القرآن يعني المواجهة ستكون فكرية فرق بين أن تأتي لشخص يعبد صنما يصنعه ثم يعبده نقاشك وياه كل شيء واضح تقول له أنت هذا الشيء جاي تعبده بعض المشركين في ذلك الزمن تنقل بعض النصوص التاريخية أنه كان يصنع الصنم من تمر فإذا جاع أكله ينتهي فالمواجهة معه جدا واضحة يعني هو فكرا هو مهيئ للنقاش وأنت الغلبة معك أما أن يأتيه شخصا ويتأول عليك القرآن الكريم ستكون المواجهة أصعب صح وهذا الذي ورد في الروايات الشريفة مثلا قبل أن نأخذ الروايات لنأخذ الأخ صبعي إن شاء الله حتى إن شاء الله لا يبقى على الخطب بشكل أطول صبحي من كاركوك سلام عليكم حياكم الله أخ صبحي حبيبي حياكم الله تفضلوا بالنسبة لما هذا هو آخر نبي رسول في آخر الزمن فأنا يشوفون مني أمن أبراسيو علامة خليل من الناس يشوفون يقولون هو هذا ولكن هذا الذي ينتظرون شيء كلام من الأنبياء من محمد جدا من الوسط إلى النهاية النهاية هو للماذي آآ كتب من الأقطاب وتنادى يا أنبياء أفو آآ الخضر آآ إيسا عليه السلام واحد من اليهود العم 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 صبحي تسمعني العم صبحي تسمعني يقول الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم فاضحين كل يوم الفتح لا ينفع الذين صفروا إمامهم ولا هم ينظرون فأعرض أنهم من صفر إنهم من صفرون هذا الانتبار عن الله أولى أم التعفرين نعم التعفرين شكرا لك دمت بألف خير وأسأل الله لك السداد وحسب علمي حول ما تحدثت وتكلمت تريد بيانة شيء ليس لديك استفسارا أو سؤال الأخ تقي من النجف سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام حبيبي أعظم الله لك العزاء والأجر تفضل بالسؤال بالسؤال للشيخ نعم يسمعكم سمعت الشيخ تفضلوا في نسبة صوت الإسراء هاي الآية من صوت الإسراء وقضينا إذا بنيتوا هاي في الكتاب يستقن في الأرض مرتين ويسألونا علوا كبيرا فإذا جاء أولاهما لعصنا عليكم أحباطا لنا أولى جئسا شديد فجاءتوا خلال الديار فتعانوا وعدا مفعولا جيد أكملها ما كملها آية طويلة سؤالك وين وعد أولى عمر هاي الآخر تحقف في جميع النبي هاي هاي جيد هاي 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 تمام شكرا لك عندنا اتصال كونترول عندنا اتصال جيد شكرا للأخوة في الكنترول سمحت الشيخ كان عندكم حديث أو رواية بخصوص كلامكم فالروايات تبين أن ما يواجهه الإمام المهدي عليه السلام أشد مما واجهه النبي صلى الله عليه وآله سعد الله قل والروايات التي بيّنت هذه الصعوبة ركزت على أن الصعوبة ليس من الجهة المادية وأنما من الجهة الفكرية أن الذين يواجههم الإمام المهدي عليه السلام يحاولون أن يشككوا الناس في فكرا في قضية الإمام المهدي عليه السلام وذلك عبر التشكيك مثلا في تأويل القرآن فمثلا نقرأ الرواية عن الفضيل ابن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق صلى الله عليه يقول إن قائمنا إذا قام استقبل من جهل الناس شوف ليس من قتال الناس قضية فكرية استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهال الجاهلية قلت وكيف ذاك قال صلى الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوطة فلما يقول لهم أنتم تعبدون هذه الأمور التي تصنعونها بأيديكم عقولهم شنو تدرك أنه على خطأ وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم فصير المواجهة فقط مادية مع النبي صلى الله عليه وآله أما فكرا لا واضح والغالب صلى الله عليه وآله وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به يعني لما يأتي الإمام صلى الله عليه وسلم عليه يريد أن يفعل فعلا معينا بعض الروايات تقول يهدم بعض البيوت أو بعض المساجد لأنها مثلا متجاوزة على الطريق الأعظم وما شابه كيف تفعل وهذا ما يجوز وهذا كذا والآية هكذا تقول يجون شنو يحتجون على الإمام المهدي صلى الله عليه ما يقاتلوا يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يتغلبوا عليه فيصير احتجاج وتشكيك في فعل الإمام فكرا والمواجهة الفكرية أشد من ثم يقول الإمام صلى الله عليه أما والله لا يدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر في رواية عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر الإمام الباطر صلى الله عليه يقول إن صاحب هذا الأمر لو قد ظهر لقي من الناس مثل ما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وأكثر في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام إن القائم يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاهم وهم يعبدون حجارة منقورة وخشبا منحوتة وإن القائم يخرجون عليه يتأولون عليه كتاب الله ويقاتلونه عليه هنا أكو تساؤل سماعة الشيخ قبل لا تكمل وعذر للمقاطعة هل هذا يعني أن الإمام صاحب العسر والزمان سيأتي بدين جديد بدين لا نعرفه بدين تطبيقات تختلف عن ما يتحدث عنه اليوم فقهائنا ومراجعنا هذا مطلب مستقل دعني أكمل فكرة حتى لا تضيع الفكرة فالروايات تقول أن بعض الناس طبعا مو كل الناس وتعبير الناس عادة في الروايات يعني ينصرف إلى غير المؤمنين وأما المؤمنون بالإمام المهدي عليه السلام يعلمون أنه معصوم فكل أفعاله تكون شنو مطابقة لما يريده الله سبحانه وتعالى فلذلك قرأنا كم رواية كلها تعبر الناس ما خصصت فئة من المشتر فالناس غير المؤمنين يعني جيد هذا يعني ماذا؟ يعني أن المؤمن من الآن عليه أن يهيئ نفسه لأن يكون من المسلمين للإمام المهدي عليه السلام وهذه فكرة التسليم هو يأكو عليها روايات تشديد على أن يكون المؤمن مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ولأمر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه التسليم يعني أن تأخذ ما يقوله المعصوم أخذ المسلمات ليس لك حق الاعتراض نعم لك حق الاستفسار هذا مسموح مع المعصوم مسموح لك تستفسر ويبقى الأمر إليه قد يبين الحكمة قد لا يبين هذا أمر تابع له في بعض الروايات أنه أحد الأصحاب يسأل الإمام يقول له أنا كل ما أسألك كنت جاوبني يقول له ذاك إليه قد أجيب قد لا أجيب حسب الحكمة فينبغي أن نكون من المسلمين لأمر المعصوم صلى الله عليه وسلامه عليه فما أمرنا به نسلم به فهمنا أو لم نفهم هذا شيء آخر فمن الآن المؤمن لا بد أن يسلم أن يبني حياته على التسليم مع المعصوم ليس لنا حق الاعتراض نعم لنا الاستفسار السؤال الاستفهام ويبقى الجواب أيضا نمتبع للحكمة فهذا ما يتعلق بأنه ما الذي واجهه ما هو الأصعب طبعا الأصعب حسب هذه الروايات تصرح بأنه الأصعب ما واجهه الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم أما هل هذا يعني أن الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم يأتي بدين جديد بإسلام جديد بتطبيقات جديدة طبعا واضح جدا أن أصل فكرة الإتيان بدين هذه قاعدة عامة أصل فكرة أن الشخص يأتي بدين هذه الشخص الذي يأتي بدين فقط هو النبي تمام أما الإمام لا يأتي بدين الإمام يكون قاعدة عامة يكون تابع للنبي الموجود في زمنه فأني والإمام المهدي صلى الله وسلم عليه مسلم فهو تبع للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله فأصل فكرة أنه يأتي بدين جديد هذه غير صحيحة هذا واحد اثنيا أن يأتي بدين جديد هذا مخالف لمجمل النصوص التي تدل على أن الإمام المهدي صلى الله وسلم عليه يأتي ليحيي سنة النبي صلى الله عليه وآله ليحيي القرآن الكريم فيحيي سنة النبي ويأتي بدين جديد هذا لا يتناسب هذه اثنين ثالثا لا توجد عندنا ولا رواية واحدة حسب البحث والاستقصاء تقول أن الإمام المهدي عليه السلام يأتي بدين جديد الروايات تقول يأتي بالإسلام جديدا يأتي بدعاء جديد يأتي بالقرآن جديدا فنفس القرآن ولكن يأتي به جديدا نفس الإسلام ولكن يأتي به جديدا وطبعا هذا بحث طويل إن شاء الله نفصله في جلسة أخرى خلاصتها أن الإسلام الواصل إلينا ليس هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى في جميع مفاصله توجد هناك نتوآت توجد هناك مناطق ما زالت مظلمة تحتاج إلى إزاحة الستار عنها إتيانه بهذه الأشياء اللي هي من الإسلام ولكن لم تصل إلينا أو ألقي عليها حجاب الجهل والنفاق وما شابه عندما يأتي بهذه الأمور الرئيسية الناظر يقول هذا إسلام جديد ليس هو الإسلام الذي عندنا هو نفس الإسلام يعني بعبارة بسيطة الآن لو جاء أن الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم عليه سيكون علامة بأمير المؤمنين صلى الله عليه الآن أكثر المسلمين ليسوا علامة بأمير المؤمنين صلى الله عليه فأكثر المسلمين عندما يقولون هذا إسلام جديد هذا ليس الإسلام الذي نعرفه هذا مصداق واضح وبارز في هذه الفكرة إن شاء الله توجد تفاصيل أخرى الأخ تقي من النجف حتى أقرأ الآية مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفهولا الأخ تقي يسأل هنا عند التسالي يقول هل هذا تحقق في زمن النبي صلى الله عليه وآله أم بعد في زمن اليوم صاحب العسر والزمن طبعا تفسير الآيات تابع لقواعد خاصة نحن برنامجنا مهدوي فنقرأ هذه الآية قراءة مهدوية وهذه الآية ورد في تأويلها فيما يتعلق بالقضية المهدوية رواية وما دام هناك رواية فنحن نلتزم بمفادها الرواية مروية عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين طبعا الرواية في الكافي في الجزء الثامن صفحة ميتين وستة حديث ميتين وخمسين فيقول الإمام الصادق صلى الله عليه في تأويل هذه الآية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين قال قتل علي بن أبي طالب عليه السلام وطعن الحسن صلى الله عليه وسلم هذا تأويل وتوجد تفسيرات أخرى يرجع فيها إلى كتب التفسير لا يفهم قبل لا أكمل الرواية لا يفهم أن التفسير الحصري هو هذا الذي نذكره هذا تأويل ورد في رواية ونحن برنامجنا مهدوي وأن لا توجد تفسير أخرى ما هو المقصود بالمرة الأولى ما هو المقصود بالمرة الثانية وأن المرة الأولى حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وتنتظر المرة الثانية وبعضهم يقول للمرة الثانية إفسادهم في الأرض واحتلال فلسطين وما شابه وإزالتهم من الفلسطين هو الذي يحقق فإذا جاء وعد أولاهما والأخرى إلى آخره تفسيرات تذكر في كتب التفسير الآن نحن مع القضية المهدوية في هذه الرواية قال لتفسدن في الأرض مرتين قال قتل علي بن أبي طالب وطعن الحسن صلى الله عليه ولتعلن علوا كبيرا قال قتل الحسين صلى الله عليه فإذا جاء وعد أولاهما قال تأويلها فإذا جاء نصر دم الحسين بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار قال قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون وطرا لآل محمد إلا قتلوه وكان وعدا مفعولا قال خروج القائم ثم رددنا لكم الكرة عليهم قال خروج الحسين رجعة الإمام الحسين صلى الله عليه طبعا موضوع رجعة الإمام الحسين موضوع جدا لطيف ومفصل إن شاء الله نوفق للتعرض له خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا شيطان والحجة القائم بين أظهرهم يعني عندما يرجع الإمام الحسين صلى الله عليه يرجع في زمن وجود الإمام المهدي صلى الله عليه فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ولا يلي الوصية إلا الوصي فهذه الآية في تأويلها المتعلق بالقضية المهدوية الإمام الصادق صلى الله عليه يؤولها بقتل الإمام الحسين صلى الله عليه والوعد المفعول هو خروج القائم والرد الكرة هو رجعة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم وبينت الرواية بعض أدوار الإمام الحسين عليه السلام في رجعته ومنها أنه يقوم بتجهيز الإمام المهدي صلى الله عليه بعد وفاته تطبيقا لقاعدة لا يلي الوصي إلا الوصي أما تفاصيل التفسير فيرجع فيها إلى كتب التفاصيل أحسنتم سماعة الشيخ شكرا لكم ودمتم موفقين في هذه الحلقة وأسأل الله أن تكون في ميزان أعمالكم ما تحدثتم به وكان الكلام في هذه الحلقة عن تراث النبي صلى الله عليه وآله في القضية المهدوية فشكرا لكم شكرا الله وسعيكم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للرضاه وأن يكون هذا البرنامج وأمثاله إن شاء الله في طريق التمهيد لظهور الإمام صلى الله عليه وسلم نسأل الله ذلك شكرا لكم صلاة الشيخ حبتنا مشاهدينا ومشاهدي قناة كربلاء الفضائية نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم المهدي بقية الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم